شاهدين الكرام يشرفنا الآن السيد سيمير جريد جونسون وهو الرئيس المعني بالاندماج الإقليمي للبنية التحتية والتجارة في الوكالة الإفريقية للتنمية المعروفة بالنباد السيد سيمير جونسون أهلا بك على شاشة إكسترانيوز نود أن نبدأ بالحديث عن الجلسة التي شاركت فيها اليوم بشأن التجارة كيف مرت هذه الجلسة وكيف ترى التجارة بين الصين وإفريقيا كقار حضرت الجلسة وتحدثنا عن أولويات البنية التحتية الخاصة بالتجارة والدعم المشتركة بين الصين وإفريقيا عبر مبادرة الحزام والطريقة خاصة التفكير بطريقتين مختلفتين في إطار المبادرة أيضا أن يكون هناك مركز صدعية مدعومة من الصين لجذب الاستثمار والتجارة عالميا وإقليميا وبالتالي من المثير للاهتمام المشاركة في هذه الجلسة التي لم تركز فقط على إفريقيا ولكن على التجارة العالمية وأيضا في وسط آسيا والعلاقة المشتركة بين الإقليمين كيف ترى أن كل إقليم يسارع من أجل حصته في الكعكة؟ ما هي حصة إفريقيا في التجارة العالمية؟ إفريقيا فيما يتعلق بالتجارة البينية منخفضة جدا من 11 إلى 12% بالنسبة لحصتنا في التجارة العالمية أقل بكثير أعتقد أن التعاون مع الصين بالنسبة لنا لضمان أن هذه الأرقام لا تنخفض أكثر من ذلك ولكن أن تتضاعف وذلك عبر تنمية البنية التحتية ما مدى انخفاض هذه الأرقام؟ وفقا للبيانات من 3 إلى 4% من التجارة العالمية وبالتالي هذا وضع ضعيف جدا بالنسبة لنا وهذا مصدر قلق بالنسبة لتجارة في أفريقيا وأيضا مناطق التجارة الحرة في أفريقيا لابد أن تكون واقعا معظم الدول تقوم بهذه المشاركات وأيضا يجب أن يكون هناك بمعن أن البنية التحتية في القارة تتنمى بشكل كبير لأننا بالفعل نحتاج إلى طرق سكك حديد والربط بفاعلية أيضا لنقل البضائع ولنقل أيضا الأفراد عبر هذه المشروعات وأيضا الطاقة والنظم تكنولوجيا البعلومات المتطورة ما هي الدول الرئيسية أو القطاعات الرئيسية في أفريقيا التي تجذب التجارة العالمية التقليدية منها في أشمال أفريقيا وفي جنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا على وجه التحديد وفي منطقة شرق أفريقيا كينيا إستيوبيا وغرب أفريقيا أيضا نيجيريا أعتقد أن الفكرة ككل الخاصة بالجلسة هي نقل وتحويل الدول التي ليس لها شواطئ وليس لها ممرات مائية لربطها جيدا عبر هذه المشروعات لربط مع هذه الدول سلابد أن يكون قويا لنقل الأفراد والبضائع طرق قوية بنية تحتية قوية القطارات السريعة لنقل البضائع من أهم الموضوعات في الجلسة أيضا أن نفكر مرة أخرى كيف يمكن تحويل هذه الدول إلى دول متربطة بشكل جيد ذلك عبرها مشروعات البنية التحتية نعم نحن نعمل على هذه المشروعات مع الصين هناك برنامج لتنمية البنية التحتية هناك العديد من المشروعات التي اعتمدتها الصين وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والمياه العابرة للحدود والعديد من المشروعات هل تم اعتمادها أم أنها قيد التنفيذ هي قيد التنفيذ وفي العام المقبل سيكون هذا هو العام الأخير للحزمة الأولى من المشروعات وسوف نبدأ الحزمة الثانية من 2020 إلى 2030 معظم هذه المشروعات عابرة للحدود بطبيعتها وتم تنفيذها والبيانات بالفعل تم جمعها وهناك مشروعات كبرى بالفعل تم تنفيذها ولكن لا يزال هناك بعض أوجه التراجع فيما يتعلق بتوليد الطاقة ونقلها لأننا نحتاج إلى البضاء للتجارة نحتاج إلى الصناعات الخفيفة نحتاج إلى ربط المدن فيما بينها نود أن نعرف أكثر عن لجنة الفنية الخاصة والتي عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي في القاهرة ما هي نتائج الرئيسية بالنسبة للجانب الفني نحتاج إلى المشروعات البنية التحتية العابرة للحدود أكثر وأكثر المناقشات الفنية أشارت إلى أننا نحتاج إلى الاستعداد أفضل إلى هذه المشروعات فيما يتعلق بالطاقة والطرق والمرافق التي تسمح بالعداد لهذه المشروعات بشكل أفضل أن يكون هناك تمويل ومتوفر وجذب للتمويل نريد أيضا أن نضمن بأن هناك تدفق للمشروعات أن يكون هناك عدد من المشروعات متنوعة ليس فقط في مجال النقل ولكن في قطعات عدة الطاقة النقل وغيرها نحتاج إلى هذا التدفق وأيضا نحتاج أيضا الاعتماد على الموارد المحلية لتمويل هذه المشروعات لأن هناك أكثر من تريليون متوفرة في الدول الإفريقية يمكن استخلالها عفوا نحتاج إلى التركيز على هذا الرقم 1.3 مليار تريليون وبالتالي هذا التمويل المعاشات هو تمويل ضخم وبالتالي هذا الرقم الضخم يمكن استغلاله هذه الأرقم لا تسمح القوانين في عدد من الدول لإستغلالها في التمويل مثل هذه المشروعات لأن في بعض الأحيان يكون هناك قلق إجتماعي بشأن استغلال هذه الأموال في تمويل أي مشروعات وبالتالي نحاول أن نوفر تدفق لهذه المشروعات يتم إدادها بشكل جيد وأيضا التعويل على القطاع الخاصة والأساس هو الموارد المحلية سيد سيمير جونسون شكرا جزيلا على وقتك وأنا أتمنى لكم كل توفيق في الجلسات المقبلة شكرا لكم مشاهدين الكرام وابقوا معنا شكرا لكم